بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعده فهذا هو المجلس السادس والثلاثون من مجالس شرحنا على كتاب معالم في طريق طلب العلم لمؤلفه عبد العزيز السدحان جزاه الله خير سبق معنا في المجلس الماضي مفاهيم مهمة صححناها تتعلق بقضية المطالعة من حيث حقيقتها وكيفيتها وخطتها ونحو ذلك وكان ذلك المجلس تمهيدا لهذا المجلس الذي سنشحذ به همما بأخبار سلفنا وعلمائنا مع مطالعاتهم وقراءتهم سنرى كيف كانت القراءة ضرورة علمية عملية في حياتهم وكيف جعل الله تعالى لهم فيها بركات بل وكرامات بينا مقام القراءة في ديننا الحنيف وقلنا إن أول آية نزلت فيه هي قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فالأولية دائما فيها سر ونكتة وهي هنا أسرار ونكت الذي يعنينا منها أن الله عز وجل أشار إلى أن هذا الدين لا يقوم إلا بإقراءه وأن القراءة والمطالعة ضرورية لكل ناظر في هذا الدين وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما يقول الحافظ بن حجر رحمة الله عليه ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم انتهى كلامه والزيادة هذه لها طرقها وآليتها منها الحسي ومنها المعنوي وأعظمها القراءة فالقراءة أعظم وسيلة حسية معنوية لاستزادة العلم ومن أعظم الصور التي يتجلى فيها حب القراءة والشغف بها عند العلماء أنهم لا يأبهون بنقص المال من أجلها بل ربما تجد بعضهم يتلذذ إخراج المال في شراء الكتب لقراءتها يقول الجاحظ في كتابه الحيوان من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا انتهى كلامه السفلة من الناس ينفقون أموالا طائلة في دور اللهو وعلى العاهرات أكرمكم الله والمجون وأيضا من فتن بالدنيا ينفق الملايين على تشييد الفلات والقصور وكأنه سيخلد فيها ولا يموت وكلنا يرى الألوف ممن بدأ الإسراف والغلو في البنيان حال الموت بينه وبين تمامه وطالب العلم ينفق أمواله في الكتب ووسائل التحصيل المعاصرة يسخرها في العلم وشراء الكتب ينفع صاحبه في حياته وبعد موته ففي حياته يستزيد العلم بذلك وبعد موته تبقى له صدقة جارية يأخذ بها أجر كل من قرأ واستفاد أو أفاد من كتابه الذي اشتراه ومات بعده ويحسن التنبيه إلى أن الكلام هنا في قضية شراء الكتب ليس على إطلاقه فلابد من توفير السكن والاسترزاق للنفس والعيال ولكن باقتصاد وعدم تبذير ومع مراعاة الحقوق بأنواعها ثم يجعل قسطا معينا وإن كان وافرا لشراء الكتب وتحصيلها وقد أنشد سلمان الحموي الحنبلي رحمه الله وهو من شيوخ الحافظ بن حجر قال وقائلة أنفقت في الكتب محاوت يمينك من مال فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني والمطلع على سير العلماء الموفقين الذين جعل الله لهم القبول واستعمله مستعمالا ظاهرا في نصرة دينه ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن الشغف بالقراءة عامل مشترك بينه فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول عنه تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله كما في العقود الدرية قال لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروي من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حذاق أهله انتهى كلامه فابن تيمية رحمه الله كان عظيما جدا في هذا الباب لا يمل ولا يشبع من القراءة وهذا من أسرار فائقيته على غيره في كل العلوم حتى أنه يتقن الفن خيرا من خاصة أهله رحمة الله عليه وإذا أردت العجب والانبهار بمدى قدرة العلماء على الاطلاع وشغفهم المميت اقرأ ما قاله ابن الجوزي عن نفسه في المطالعة ترى عجبا يقول رحمه الله كما في صيد الخاطر وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أقرأه فكأني وقعت على كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميد وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد الخشاب وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب انتهى كلامه هذا تصريحه رحمه الله عن حاله فكان إذا وقع بين يديه كتاب لم يقرأه أخذ أخذ من دهمه الظفر بالكنز بكنز الجواهر والذهب لسيما إذا كانت المطالعة والقراءة تلك المصحوبة بالتقييد والتركيز والتلخيص والتأمل وقال وأنا بعد في الطلب أي في زمن الصبى أيام التحصيل فرحمة الله على ابن الجوزي الذي أوتي هذه الكرامة لكريمة صدق وعمل خالص بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ولهذا ذلل له تعالى الوقت والبركة ويبلغ الأمر بالعلماء أن يعامل أحدهم القراءة معاملة عجيبة حتى كأنه ينظر إلى مؤلفي الكتب التي يقرأها كأنه يراهم رأي العين وبينه وبينهم قرون يقول ابن الجوزي وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغراء بعلومهم ما لا يعرفه من لم يطلع انتهى كلامه معناه محروم ذاك الذي لا يطلع محروم من هذه اللذة من هذه الصحبة الأنسية المطالع يذوق أنسا لا يعرفه غيره وهي سعادة قال فيها القدامى لو يعلم الملوك ما نحن فيه من سعادة لقاتلون عليها بالسيوف وفي هذا يقول أحد الفضلاء نعم الأنيس إذا خلوت كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب لا مفشيا سرا إذا استودعته وتنال منه حكمة وصواب ومن عجيب أخبار السلف والعلماء مع القراءة أن العما وما أدراك فإنه لم يكن معوقا لهم عن القراءة يذكر ابن حجر في الدرر الكامنة عن شافع ابن علي العسقلاني أنه كان كفيفا وكان مغرما بجمع الكتب حتى إنه من شدة حبه لها كان إذا لمس كتابا منها يقول هذا الكتاب قد ملكته في الوقت الفلاني وإذا طلب منه شيء منها قام إلى خزانة كتبه فتناوله كما وضعه فيه قد تستفسر عن كيفية قراءته وهو كفيف نقول إنه كانت تلقى عليه الكتب ويستمع لها حتى يختمها ومن لطيف ما يروى عنهم رحمهم الله أن بعضهم كان يقرأ بصفة لو رآها الناس اليوم لحكموا عليه مباشرة بذهاب العقل والجنون ولهذا يروي من جمع أخبار العلماء في الطلب عن أبي بكر الخياط النحوي رحمه الله كان يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق كان يمشي ويقرأ ويقال عنه أنه ربما سقط في جرف أو خبطته دابة وهذا كله لأنهم أدركوا لذة عجيبة لم ندركها ولم يدركها كثير من الخاصة في هذا الزمان ومن فوائد القراءة وفوائد الإكثار منها أنها استغلال للوقت واستغلال للعمر فيما ينفع وأنها قطع لطرق شياطين الجن والإنس الذين يجرونك لمحاذير ومحظورات من غيبة ولغو وسعي مذموم للدنيا وإنزال النفس منزل الفتن والشبهات إلى آخره ولهذا قال شقيق البلخي قيل لابن المبارك إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا قال أجلس مع الصحابة والتابعين أنظروا في كتبهم وآثارهم فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس انتهى كلامه في قوله أجلس مع الصحابة والتابعين هذا كناية على أنه أنس بهم أثناء مطالعة كتبهم وأخبارهم حتى كأنه معهم في مجلس واحد فقلل أيها الطالب مخالطة العامة والناس إلا بهدف مدروس تضمن به عدم الانقياد في تفاهاتهم وتضمن عدم إضاعة وقتك كما تضمن أنك نفعتهم ونصحتهم وإلا اغتبت ولربما اغتبت في العلماء كما هي موضة الطلاب في هذا الزمن المتأخر وإلى الله المشتكى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد